مشاهدين تحل سلطنة عمان ضيف الشرف للدورة الحالية من معرض الدوحة الدولي للكتاب والتي تعقد تحت عنوان بالمعرفة تبنى الحضرة وتأتي المشاركة العمانية المتميزة هذا العام بعدد من دور النشر والكتب للحديث حول الموضوع ينضم إلينا مدير دائرة شؤون المعارض في سلطنة عمان خلفان العبري صباح الخير صباح النور استاذ عهد أهلا بكم طبعا سعيد بتواجدي معكم في هذا أهلا وسهلا فيك معنا طبعا سلطنة عمان هي ضيف شرف في هذه النسخة من معرض الدوحة الدولي للكتاب بداية ماذا يعني لكم هذا الموضوع الحمد لله طبعا نحن في البداية سعداء بتواجدنا في دوحة الخير في هذا الحدث الثقافي الهام جدا وهو معرض الدوحة الدولي للكتاب بدورته الثالثة والثلاثون حقيقة يعني هذا التواجد العماني في هذا المعرض القيم هو لا شك نتاج للعلاقات الثقافية القائمة بين البلدين الشقيقين منذ زمن طويل جدا واستمر طبعا هذا التعاون واليوم طبعا سلطنة عمان تحضر في هذا المعرض قضايف شرف المعرض حقيقة هو تعاون دائم ومستمر تم من خلاله توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين حضور السلطنة بمختلف النتاجات الأركان الموجودة في الجنة فبلا شك طبعا الحضور هذا هو نتاج لكثير من التطورات والعلاقات الأخوية القائمة في مختلف المجالات وخصوصا بحكم أننا في معرض الكتاب في المجال الثقافي نعم نشوف هون صور من الجناح بالفعل يعني أنا زرت المعرض وشفت جناح سلطنة عمان مميز جدا ويحتوي على الكثير من الأمور من الكتب فيه كنز بهذا الجناح خبرنا على ماذا يحتوي هذا الجناح طبعا الأمانة فور تلقينا خبر مشاركة سلطنة عمان كضيف شرف تم عقد مجموعة من اللقاءات الخاصة في هذا الجانب من أجل طبعا حضور السلطنة بشكل مميز في هذا المعرض يعني لدراكنا بنوعية الزوار الذين يعتون إلى معرض الدوحة الدول الكتاب الزائر إن شاء الله لجناح السلطنة تم إعداد بعض الأركان الخاصة فيما يتعلق بالإنتاج الفكري العماني وكذلك الفعاليات الفنية والثقافية لذلك طبعا زائر إن شاء الله راح يتعرف على نوادر المخطوطات العمانية في مختلف المجالات والعمانيين كما تعلمون برعوا في مجال اللغة والتاريخ وعلم البحار كذلك في علوم الحديث فالمعرض المخطوطات هو معرض متنوع في كل المجالات العمانية وارتعينا أن نبرز هذا المكنون الثقافي والحضاري من خلال مشاركتنا في هذا المعرض حيث يوجد أقدم مخطوط في السير والجوابات والذي يعني يقارب عمرها التسعمائة عام بالإضافة إلى بعض المخطوطات التي سجلت في القائمة العالمية بليونسكو ضمن الشخصيات التي أثرت وساهمت في نشر المعرفة والعلوم حول العالم الركن مصادر طبعا الإنتاج الفكري العماني حاضرة في جناح سلطانة عمان وارتعينا طبعا مشاركة مجموعة من المؤسسات سواء كان الحكومية أو مؤسسات المجتمع المدني ممثلة طبعا في وزارة الثقافة والرياضة والشباب ووزارة الإعلام ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالإضافة إلى إصدارات الخاصة بجامعة السلطان قابوس خصوصا في المجالات البحثية بالإضافة طبعا إلى بعض الإصدارات الخاصة بمؤسسات المجتمع البدني تم تخصيص طبعا رقم خاص للترويج والتعريف بالمقومات السياحية لسلطانة عمان نظرا لسلطانة عمان بلد غني من حيث الطبيعة والتضاريس العمانية بالإضافة إلى هناك كثير مقومات السياحية والمواقع الأثرية من قلاء وحصان يعني هي فرصة أيضا في هذا المعرض للتعريف كما ذكرت بعمان بسياحة عمان بتاريخ وحضارة عمان يعني ذكرت بعض المخطوطات 900 عام موجودة هنا في المعرض أيضا هناك صور يعني لعمان دلالة على طبيعتها وعلى سياحتها يعني هذا كان مخطط له أيضا كأنك تذهب في جولة إلى عمان تغوص في أماق سلطنة عمان وحضارتها من خلال هذا رقم بشكل مختصر بالضافة مثل ما ذكرت هناك رقم خاص للتصوير الضوئي بمشاركة فنانين مصورين عمانيين تم انتقاء مجموعة من المواقع السياحية والطبيعية لسلطنة عمان نعم طب كيف كان الإقبال خلينا نقول هذا العام يعني أنتم كضيف شرف في هذا المعرض كيف شفتوا إقبال أيضا كل من زار هذا المعرض طبعا أنا متتبع بشكل دائم لمعرض الدوحة الدول الكتاب ودائما معرض الدوحة يعني من المعارض التي دائما تلقى اهتمام كبير وزوار من سواء كان من المقيمين على هذه الأرض طيب وكذلك حقيقة في هناك رصدنا الكثير من الزوار الذين يأتون لحضور هذا المعرض وزيارته والاطلاع على فعالياته وبرامجه الثقافية المختلفة من جميع دول مجلس التعاون والوطن العربي كذلك حقيقة يعني بشكل عام المعرض من المعارض مثل ما ذكرت الهامة التي يلقى طبعا حضور جماهيري جيد جدا لذا وجناح طبعا بشكل عام للمعرض وجناح سلطنة عمان هناك حضور جيد جدا طب حدثنا عن رمزية تصميم هذا الجناح يعني علمنا أن هناك رمزية خاصة بكم حدثنا عنها نعم طبعا حقيقة راعينا الهوية العمانية فيما يتعلق بالتصميم العماني في معرض الدوحة الدول الكتاب الزائر يعني للجناح مستوحد فكرتها من مجموعة من الرمزيات فيما يتعلق بالجناح العام في استوحى فكرته من قصر العالم العامر الذي يستقبل فيه في عمان كثير من رؤساء الدول بالإضافة إلى كذلك هناك السقف الجناح وهو طبعا بصارعة العمانيين الأبواج وتاريخهم البحري العريق بالإضافة إلى ذلك سفينة الاستقبال هي سفينة قديمة موجودة في ميناء سمهرم بمحافظ ظفار يعني تدل على التاريخ والعمق الحضاري والبحري لسلطنة عمان مشاركتكم ستكون كل عام مع عرض الدوحة؟ طبعا حنا في سلطنة عمان كل عام من بداية المعرض وحتى نشارك بشكل سنوي في هذا المعرض القيم لحرصنا طبعا وكذلك اهتمام الجمهور باقتناء المصادر الفكرية العمانية بشكل نعم العموم يعني كل التوفيق لكم في هذا المعرض سلطنة عمان كضيف شرف في نسخة الثالثة والثلاثين من معرض ضوحة دولي للكتاب لكل شخص لم يزر يعني المعرض وهذا الجناح بالتحديد معكم أهل الله يوم السبب إلى إن شاء الله يوم السبب مرحب بجميع زوار المعرض إن شاء الله شكرا لإلك أستاذ خلفان العبري مدير دائرة شؤون المعارض في سلطنة عمان شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لكم